بهذا الشكل عبرت الطفلة عما تريد قوله العيد مختلف هذه المرة وتضيف أن والدتها باتت تمنعها من الخروج واللعب مع الأطفال وهذا ما لا تستطيع تقبله أما الأم فتبرر خوفها من حوادث مشابهة شهدها حي الروضة بمدينة مأرب والذي يستقبل مكتوفات من الميليشيا بشكل متواصل تزداد كثافتها في المناسبات نجحت الأم إذن في منع ابنتها من الخروج لكن لم تنجح في وقف القذائف في لحظة يظل إسرار الأطفال على اللهو واللعب يدفع بهم للذهاب إلى سطح المنزل ومواصلة هوايتهم ووحدهم الأطفال من يرون الحياة لعبه نقول للحوثين لماذا يلاحقوننا نحن نازحين وأطفال نحن خفنا في أمس صباحا هذه كلية المجتمع حيث تحولت إلى مأوى لأكثر من مئتي أسرة نازحة تقيم هنا نتيجة ارتفاع الإجارات غير أن الصواريخ والمقدوفات تمثل يد الميليشيا الطولة التي تصل إلى المدنيين من وقت إلى آخر محولة المناسبات إلى مآتم وأحزان لم ينسى الناس استشهاد الأطفال السبعة قبل عام في وقت ما زالت عشرات الصواريخ الباليستية ترسلها الميليشيا وينجح التخالف في اعتراضها ومنع حدوث مجازر من الصعب تخيل نتائجها إنما تصدره الميليشيا على شكل مقدوفات تطلقها من المرتفعات بجبل هيلان المتاخم للمدينة والذي لم يحرر بشكل كامل بالإضافة إلى مواقع عدة بسرواح غرب المدينة يتطلب الإسراء في تخليص المدينة منه واستكمال تحريره بشكل عاجل لعدة مرات يسقط من صواريخ على هذا الموقع على هذا الحي لكن أحيانا يجي بس الصحراء أحيانا يجي لظهر الصور لظهر بيت لظهر ما يأثر وهذه المرة جلس لفسط البيت إذن بالنظر إلى الحالة المعيشية الصعبة والمخاطر التي ترافق مئات الآلاف من السكان والنازحين المقيمين في مأرب تبدو مسألة استكمال عملية التحرير ضرورة مرحة لحمايتهم وتجنيبهم موتا محتومة يقول الناس إنه في حالة الحرب لا يفكرون كثيرا بمستوى المعيشة والخطر لكن حين تسكت المدافع وتتوقف المعارك فمن حقهما الشعور بالخوف والجوع أيضا لكن بالموت فتلك مسألة أكثر خوفا خليل الطويل قناة بالقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر